اشتركوا في القناة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة الاتحاد الأسيوي بعد تزكيته من قبل الجمعية العمومية للاتحاد القاري كما هنأسموه معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة بمناسبة ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الأسيوي لكرة القدم بتزكيته رئيسا للاتحاد السنوات الأربع المقبلة مؤكدا أن الأسرة الشبابية والرياضية البحرينية تفتخر بثقة الاتحادات الوطنية الأسيوية في قدراته معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة وحنكته وخبرته العالية في إدارة وتنظيم الاتحاد القري والمضي قدما في تحقيق التقدم والازدهار للكيان الأسيوي الكروي وأكد سموه أن المتتبع لمسيرة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في الفترة الأخيرة والمتابع للعمل الاحترافي الذي بذله مع الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة يدرك تماما بأن الكرة الأسيوية شهدت في عصره نهضة غير مسبوقة شملت جميع أركان اللعبة عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع وهو ما يعكس القيادة الواعية ورؤية الثاقبة التي يتمتع بها وبيّن سموه أن جميع الاتحادات الكروية الوطنية في القارة الأسيوية وقفت إلى جانب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة وذلك لإيمانها العميق بأن العمل المتميز والمكتسبات التي حققها لكرة آسيا على مدار السنوات الست الماضية من عمر الاتحاد تحتم تواجده وبقاءه في منصب الرئاسة والالتفاف حوله ودعمه بصورة كاملة لواصل قيادة سفينة الاتحاد الأسيوي نحو الإنجازات والنجاحات والعمل على تطويرها بما يجعلها قادرة على تحقيق التنافس مع مختلف قارات العالم وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة كان حريصا على توحيد الكرة الآسيوية والدفاع عن مصالحها معربا عن ثقته الكبيرة بقدرة وكفاءة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة في مواصلة مسيرته وعمله بروح الفريق الواحد مع الاتحادات الوطنية لتمضي الكرة الآسيوية قوية موحدة نحو المزيد من الإنجاحات